وصلتنا شكوى من سكان مدينة الإخاء بآخر كورنيش المعادي بيقولوا فيها أنه المدينة غير معترب بها من صندوق الإسكان وهو تتابع قوات مسلحة وغير معترب بها أيضا من صندوق الشرطة هي فيها زباط شرطة وزباط قوات مسلحة والاتنين بيقولوا أنها تتبع الحي الحي أيضا لا يعترب بهذه المدينة وعشان كده بالفعل يعني لإيه المدينة تابعة لإيه من الواضح بالفعل أنها ممكن تبقى تابعة لأحدى هذه الجهات عشان كده حقيقة بنطلب من السيد محافظ القاهرة يعني نشوف هذا الأمر لأنها مشكلة حقيقية عاملة للناس لأنه غياب الخدمات وغير وغيره نتيجة غياب معرفة التبعية لمن هو ده السبب في هذا الموضوع على كل حال جاينا نداء من المواطن عبد الرحمن فهيم عبد الرحمن من أبو حزان بقنة كان قد تعرض إلى بتر بالساخ الأيسر بيطلب تسهيل إجراءات معاش تكافل وكرامة له بنرفع هذا الأمر للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ونحن على ثقة أنها سوف تستجيب لهذا الأمر فورا بعد الفاصل حيكون معنا لقاء مع المهندس أحمد سجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عشان نفتح معها حوار حول كل القضايا التي تشغل بالكم بعد الفاصل